السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي ازايكم عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله اه في الفيديو ده هقولكم ازاي تظهر المعادلات في شيط الاكسل اه عشان تظهر معادلات في شيط الاكسل وليكن كده يعني تعالى كده يعني متفكر سوا ان انت دلوقتي داخل شيط اكسل وعايز تعرف كل المعادلات الموجودة في الشيط الاكسل ده وكل معادلات دي شكلها اعمل ازاي كلها تقدر تعمله ان انت تيجي هنا على فورميلة فورميلة هنا وتروح لازل هنا شو فورميلز شو فورميلاز اهي لو انت جيت عم تسواني بس انصغر بس اللي تعالي شوية انا مش عارف بس اجيب دي كده شوية اهو بصوا اهو اهي دي معادلة اللي هو بيقولك ده ناقص ده ودي معادلة تانية اللي هو ده بيساوي ده ودي معادلة تالتة اللي هو ده بيساوي ده. طب لو انا عايز اخفيهم اخفيهم كده. تمام? خافين المعادلات. طب افرد انت عايز تظهر المعادلة. افرد انت مسلا بتشرح حاجة معينة وعايز تظهر المعادلة دي. يعني بدل ما تقول لهم بدل ما تيجي توقف هنا على على الجمع مثلا لان حاجة وتدوس كي وتقول لهم دي زائد دي. لأ انت عايز تظهر المعادلة وتبين لهم الجمع. فتيجي هنا في في بتاعت الاعتقد من اول الفين وستاشر وانت طلع لفوق او الفين واتحتاشر. هتدوس تساوي حاجة اسمها فورملا تكست. فورملا تكست. اهي. بتروحة دايس عليها مرتين. وتختار انهي معادلة اللي انت عايز تظهرها دي وتقفل. ايضا امتا? او قال لك هوق المعادلة اهي. دي شكل المعادلة. لو انت عايز لو انت مسلا بتشرح حاجة مسلا لطلاب ولا بتشرح حاجة للموظيفين ولا حاجة. وعايز تبين لهم المعادلة تبقى عاملة ازاي. فبتدوس تختار المعادلة اللي انت عايز تختارها وبتزهر عندك في السطر ده. بس كده. فاتمنى لو عجبك الفيديو اتمنى ما تنساش تعمل لايك وتشترك معي في القناة لان فعلا محتاج دعمكم. وانا ان شاء الله بكلم على حاجات كتيرة او في الاكسل. واتمنى اتمنى تساعدني وان انت تشترك معايا. وشكرا جدا لكم. وجينا معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة